رفع محامون دعوا قضائية في بغداد تطالب بحل الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيم على حكومة الإقليم واعتبرت الدعوة الحزب متمردا على الدستور مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان كان قد أصدر في وقت سابق قرارا اعتبر فيه بأن المحكمة الاتحادية في بغداد غير دستورية وطعن في شرعيتها فما هي أسباب هذا التصعيد؟ وهل هي محاولة لتفكيك التحالف مع الصدر؟ سجال الدعاوة القضائية بين بغداد وأربيل آخذ بالاتساع آخر حلقات هذا السجال رفع دعوا قضائية من قبل أحد المحامين في بغداد ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يطالب بحل الحزب باعتباره حزبا متمردا على الدستور بحسب حيثيات الدعوة لعدم امتثاله لقرار المحكمة الاتحادية التي قضت بإلغاء وعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم يعني أعتقد المادة 12 حسب ما أتصور من قانون الأحزاب المسجل أو المقر الحزب الذي يسجل ضمن قانون الأحزاب يفترض أن يحافظ على وحدة العراق ويفترض أن لا يدعو إلى الاستقلال ولا يدعو إلى الانفصال ولا 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 هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية يجب أن يؤمن ويقرب المؤسسات الرسمية للحكومة الاتحادية والدولة الاتحادية بحسب خبراء قانونيين فإن الدعوة المرفوعة ستكون لها تابعات خطيرة في حال تم كسبها لصالح حل الحزب في مقدمتها اعتبار الحزب غير شرعي يمنع أعضاؤه من الترشح لشغل المناصب العليا في بغداد وأربيل طبعا أعتقد أن هذه واحدة أساليب الضغط وربما يتم تسوية الموضوع وأعتقد أن الحزب الديمقراطي وأرسل وفدن كردين إلى بغداد سوف يتم التفاهم على هذه المساعدة الحزب الديمقراطي من جهته اعتبرت دعوة القضائية مجرد ورقة سياسية تندرج ضمن ملفات الضغط الحاصلي من قبل بغداد لإجبار الإقليم على تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من المحكمة الاتحادية طعن أربيل بشرعية القضاء العراقي وعدم تنفيذها لأحكام المحكمة الاتحادية وسع رقعة الخلاف مع بغداد من خلاف فني إلى قضائي قد تكون له تداعيات كثيرة على وضع الإقليم سياسيا واقتصاديا حيدر الأسادي سكاينيوز عربية بغداد معنا من بغداد عضو اتلاف دولة القانون والاركابي ومن إربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبح المندلاوي أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيد صبح المندلاوي بما أنكم في قلب هذه المعركة لماذا الآن لماذا هذا التوقيت المتعلق بهذا السجال القضائي نعم تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين واضح جدا هذا التوقيت ليست أول مرة بعد إعلان النتائج خاصة إطار التنسيقي بدأ بالعديد من أوراق الضغط على إقليم كردستان وعلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحديد وبالتالي هذه ورقة أخرى يحاولون الضغط فيها على هذا الحزب والإقليم أصلا وبالتالي لا شك أنهم يريدون أن يلعبوا أوراق ضغط لعدم تشكيل حكومة إنقاذ الوطن الديمقراطي الكردستاني تبنى مشروع سيد مقتل الصدر وكذلك تحالف السيادة بتشكيل حكومة أغلبية وطنية والأخوة في الإطار التنسيقي هم يرفضون ذلك وفي نفس الوقت هم خسروا الانتخابات ولكن يريدون المشاركة بحكومة توافقية ونحن جربنا التوافق يعني تعتقد بأن هذا قرار كيدي أكثر مما هو سياسي سيد المندلاوي بالتأكيد بالتأكيد أولا لم يصدر قرار لغاية الآن هي دعوة وهذه دعوة من اتلاب دولة القانون يعني من الغريب العجيب أنه في هذه الفترة وهذا الحزب العريق الذي تأسس قبل 76 عاما وكان هو مأوى لكل المعارضة العراقية ومن ضمنهم حزب الدعوة اليوم يطالبون بحل هذا الحزب يعني مرت مئات ربما آلاف الأزمات على هذا الحزب ولم يتم حله ولم يستطيع ذلك بل في كل مرة هو يكون أقوى من الذي سبقه وهذه المرة أيضا ستمر ولكننا بالتأكيد هذا لا يثنينا على عزمنا على أن نكون نشكل حكومة إنقاذ للشعب العراقي عودة إلى سيد وقل الركابي سيد وقل الركابي بالتأكيد استمعت لما كان يقوله السيد صبحي المندلاوي إذن هذا القرار لن يجعلهم يتراجعون عن ما توصلوا إليه من اتفاقيات مؤخرا مع الكتلة الصدرية هل هو قرار كيدي فيما يتعلق بحل هذا الحزب بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك سيدة الكريمة وضيفك الأخ الصبحي ومشاهديكم الكرام طبعا أولا أنا لم أسمع الصوت كان الصوت منقطع عني لكني أعتقد أفهم ما يستطيع أن يتحدث به أستاذ صبحي أود ما أن أنوه عليه أنه دولة القانون وكل الأطراف التي السياسية الحالية المتمثلة في الإطار هي لم تقدم دعوة قضائية بحل هذا الحزب بشكل رسمي كما يتصور البعض إنما هذا التصرف وهذه الدعوة هي تمثل رأي الشخص الذي قدمها فقط يعني على صعيد شخصي وليس على صعيد رسمي لدولة القانون أو لأي كتلة سياسية أخرى ولكن رفعها باسمه ضمن إطار اتلاف دولة القانون نحن نقول سيد وقال الركابي فقط نفهم أنت تقول هو رفع هذه الدعوة بشكل شخصي لا 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 هذا سلوك فردي سلوك فردي لا يؤبر عن اتلاف دولة القانون هذا سلوك فردي وإن كان لا يعبر عن دولة القانون أبدا بشكل رسمي وهذا يمثل رأي الشخصي وهذه متعارف فيها في العمل الديمقراطي كثير من المواقف التي يطرحها عضو في الحزب الديمقراطي قد تختلف عن إرادة وقرارات الحزب الديمقراطي الكردستاني أزاء قضايا كثيرة داخل البلد ولربما التاريخ يشهد بكثير من المواقف التي لربما لا تستذكر شيء منها لكن هذا معمول به الأمر فبالتالي هذه الملاحظة لا بد أن تؤقد بنظر الاعتبار إما أن هذا الشخص الذي قدم هذه الدعوة استند إلى مادة موجودة في قانون الأحزاب وهي المادة 24 يعتقد أن الحزب الديمقراطي قد خالف ببيانه الأخير بخصوص المحكمة الاتحادية وقراراتها يعتقد من قدم الدعوة بأنه المادة 24 المعنية بقانون وتنظيم الأحزاب السياسية الحزب الديمقراطي قد خرج عن هذه المادة التي تدعو إلى احترام سيادة العراق وإلى قوانين العراق بشكل حقيقي وعدم الدعوة إلى الانفصال وعدم الدعوة إلى كثير من هذه المواد والنقاط المذكورة فهذا اعتمد وهو محامي وقانوني يعتقد بأنه من الممكن أن يقدمها إلى المحكمة الاتحادية وهذه إجراءات تتخذ بشكل طبيعي لكن نظرتنا إلى الحزب الديمقراطي كحزب نحن نعتقد أنه حزب كبير وحزب عريق وله من المشاركات الفاعلة في إبعاد النظام البائد والوقوف ضد النظام البائد والشراكة الوطنية الحالية مع كل الأحزاب الأخرى لا نعتقد بأنه المطالبة بحل هذا الحزب التي قام بها هذا الشخص جاءت ردا على تحالف الحزب الديمقراطي مع التيار الصدري أبدا هذه عملية سياسية الحزب الديمقراطي السبق وأن تحالف مع كل الأحزاب الشيعية وغيرها وبالتالي هذا موقف يمثل الشخص الذي قدم الدعوة أما نظرتنا فهي نظرة محترمة إلى الحزب الديمقراطي وإلى الأحزاب الكردية الأخرى من جهة أخرى الآن يأتي طبعا تصريح على لسان الكاظمي دعني أذهب إلى السيد صبح المندلوي فيما يتعلق بهذا التصريح الكاظمي يقول بأن الحكومة ملتزمة بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في كردستان العراق كيف تنظر لقرار من هذا النوع أو تصريح من هذا النوع للكاظمي أولا فقط للتوضيح المحامي الذي قام برفع الدعوة هو محامي دولة القانون وبالتالي لا يستطيع أي شخص داخل دولة القانون أن يقوم برفع دعوة وهذه ليست أول مرة يعني هم دائما يلجؤون إلى مثل هذه المرة سنتي إلى هذه النقطة فقط علق لي على تصريح على المحكمة الاتحادية سنتي إلى هذه النقطة سيد المندلوي علق لي على تصريح الكاظمي الآن يعني الكاظمي أولا هو رئيس حكومة تصريح أعمالي اليوم وبالتالي هو يعني من واجباته أن ينفذ قرارات المحكمة الاتحادية ولكن بالتأكيد هناك طرق أخرى أيضا هناك وفد حكومي في أقليم كردستان في بغداد حاليا وفد رفيع ويقوم بالتباحث حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى أيضا ونعتقد أنه من خلال الحوار والاستناد إلى الدستور نستطيع الوصول إلى حلول مشتركة يعني الموضوع كله واضح جدا أنه تأخير تشكيل الحكومة الأغلبية القيام بكل ما هو ممكن لأنهم يعتبرون بأن وجودهم يعتمد على عدم تشكيل حكومة الأغلبية وبالتالي هذه الأوراق نحن نعلمها جيدا ونعرف طحوها في نفس الوقت الرئيس مسعود بارزانيا المرجع يقوم حاليا بإعداد مبادرة ويعمل من أجل فك هذا الانسداد السياسي وأيضا هناك المستقلين وبالتالي في الوقت الذي نحاول أن نشتاز هذه الأزمة يحاولون فتح أوراق أخرى وجبهات أخرى وبالتالي هذه الأمور لا تصل إلى نتيجة ولكنها بالتأكيد تشنج الوضع الحالي سيد وقل الركاب استمعت إلى جزئية بأن المحامل الذي رفع الضعوة في النهاية هو صحيح رفعها كما تقول بطريقة فردية ولكن في النهاية هو لا يستطيع أن يقوم بذلك بدون إذن أو ضوء أخضر من القيادات العليا في ائتلاف دولة القانون هل جاء هذا الأمر برأيك كبلون اختبار من أجل فك التحالف تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الصدر لا لا أبدا أبدا ليس لدولة القانون علاقة لا من بعيد ولا من قريب برفعها كذا دعوة كما ذكرت لك وأن المحامي عادة هو يكون وكيل عن كثير سواء على صعيد شخصي وكيل لأكثر من شخص ووكيل عن أكثر من حزب أو وكيل أكثر من شركة وبالتالي يعني هو عندما يأتيه شخص آخر يريد أن يرفع له قضية فهذا لا يعتبر أنه هو وكيل كونه وكيل لدولة القانون أو وكيل للإطار فبالتالي تحسب عليه كل هذه الحسابات لا الدعوة لا زلت أصر أصول المقاطعة ساد وائل المدعي أيضا هو عضو في اتلاف دولة القانون المدعي أيضا؟ وكما يقال سواء نعم المدعي أيضا المدعي هي من عضو في دولة القانون نائب في البرلمان سمحني سيد المندلوي بدولة القانون أو بغير دولة القانون سيد ركابي كلامه تفضل سيد ركابي آسف يعني لا يوجد موقف رسمي لا يوجد موقف رسمي أنا فقط أذكرك سيد صبحي في واحدة من المرات اعترض مثلا السيد هوشيار زيباري بشكل شخصي وهو عضو قياد كبير في الحزب الديمقراطي على قرار المحكمة الاتحادية عندما رفضت ترشيحة لرئاسة الجمهورية صرح تصريحا معينا استفز فيه مثلا الإرادة السياسية استفز فيه القضاء هل هذا يمثل رأي السيد البارزاني أو يمثل رأي الحزب الديمقراطي برمته لا هناك فرق ما بين نحن نعتقد أن الموقف الرسمي الذي يصدر هو المفروض يصدر ببيان رسمي حقيقي من الدولة من الكتلة السياسية لذلك الآن عندما نعترض على الحزب الديمقراطي باعتراضه على المحكمة الاتحادية لأنه أنزل بيانا رسميا يحاول أن ينفي شرعية المحكمة الاتحادية لذلك نقول هذا موقف غير دقيق وغير صحيح وبالتالي إذا سحبت شرعية المحكمة الاتحادية لا بد علينا أن نلغي قرارها بمصادقة نتائج الانتخابات وبشرعية وقانونية الجلسة الأولى الذي تم انتخاب فيها هيئة الرئاسة رئاسة البرلمان هل هذا معقول؟ إذن القضية يجب أن نفككها جيدا إذا ما أردنا أن نتحدث بمنطق وبواقعية حقيقية لا بكي للتهم فقط ولكي نخلق أزمات نحن في مرحلة لا نحتاج فيها إلى زيادة الأزمة بالعكس نحن نرحب الآن وننتظر مبادرة السيد البرزاني إن كانت جزء من الحل لكن يجب أن تكون وفق سياقات ديمقراطية عندما ننسف ستفضيلة المحكمة الاتحادية والآن نحن في ظل أجواء حكومة تصريف أعمال غير مهيئة لاتخاذ بعض الخطوات التي يحتاجها الشارع وفي ظل انسداد سياسي وأزمة سياسية بين الكتل يأتي مجموعة تحاول أن تقوض دور المحكمة الاتحادية طيب ماذا يعني؟ يعني أننا ندخل إلى الفوضى بأيدينا هذه مشكلة كبيرة ويفترض أن يفرق السيد نعم اسمح لي فقط أذب إلى سيد المندلوي إذن وفق كلام سيد وقل اركابي لستم محقين في قضية تقويض الدولة بمطالبتكم باعتبار المحكمة الاتحادية غير دستورية يا سيد المندلوي كيف ترد على ما جاء على لسان سيد اركابي يعني أولا كما قلت لك المدعي أو المدعي عضو مجلس نواب هو من ضمن اتلاف دولة القانون وهم لا يستطيعون تحريك أي دعوة قضائية بدون تحريك من السيد المالكي أو غيره هذه اللقطة نقشناها هذا الجانب الجانب الثاني البيان الذي صدر البيان الذي صدر من مجلس القضاء الأعلى في كردستان بيان صدر بأن عدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية بمنع أو إيقاف قرار النفط والغاز الصادر من البرلمان الكردستان وبالتالي برلمان كردستان أصدر وأيضا مجلس القضاء أصدر وأيضا الأحزاب الأخرى ولماذا اليوم يصرون على فقط أن يكون الحزب الديمقراطي هو الوحيد الذي يقوم بهذه يعني هذه الأمور واضحة جدا يشير ضيفك إلى السيد هوشيار السيد هوشيار تم ظلمه بقرار من المحكمة الاتحادية وأبدأ رأيه بأن هذا القرار لم يكن أيضا دستوريا وكان معروف هناك تسييس للمحكمة الاتحادية للأسف الشديد اليوم نشهد أن المحكمة الاتحادية صحت بعد هذا السبات الطويل تصوري بأن هذا القضية قضية النفط والغاز منذ 12 سنة في أدراج المحكمة الاتحادية اليوم يقومون المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بهذا الخصوص وبالتالي لماذا هذا التوقيت بالتحديد أي شخص مواطن عادي ممكن أن يسأل هذا السؤال واضح جدا الموضوع موضوع يخص الأزمة الحالية التحالفات التي تجري أوراق الضغط التي يستخدمونها وبالتالي كل هذه الأوراق هي لمنع قيام أو الضغط لعدم قيام مشروع الأغلبية مشروع إنقاذ الوطن وهم لا يتجعون إلى مواجهة السيد الصدر مباشرة بالتأكيد هو ينفيها ويقوم بنفيها سيد ركابي نفى هذا الهدف نعم هو ينفيها ولكن واضحة الأمور لا يحتاج إلى أن ينفيها أو يصدر تصريح المالكي قبل يومين أعتقد كان واضح جدا أيضا هو يساند مثل هذه القضايا ويساند المحكمة وبالتالي هذه الأمور واضحة ربما من الناحية الدبلوماسية يحاول السيد ضيفك أن يجمل الموضوع ولكنها واضحة على يتحال يعني هي قضية ونحن نواجه المحكمة الاتحادية أيضا ولدينا أيضا محامين وبالتالي يسف ضرورة يكون القرار نعم سيد مندلاوي هذا الوضع رد منك سيد وقل ركابي يعني خصوصا وأنه يعني هل يوقل بأنه هذا المحامي الذي رفع القضية في النهاية سيحصل على مراده سيتم حل حزب الديمقراطي الكردستاني المهيم على السلطة في الإقليم يعني وبالتالي هذا قد يعني يجعلنا نستنتج ما يقوله السيد المندلاوي أن الأمر هو من أجل إعاقة هذا التحالف مع الصدر والمرحلة المقبلة التي يفترض أن تأتي بعد الاتخابات طيب وإذا جاء رفض لهذه الدعوة أو رد هذه الدعوة ولم تعترف المحكمة الاتحادية بهذا الطلب وبقي الحزب الديمقراطي حزبا معروفا سياسيا كبيرا هل يغير رأيهم الأخوة الكرد الآن بعد هكذا قرار يصدر من المحكمة الاتحادية ويعتبرون موقفا غير مسيسا وموقفا حقيقيا مبني على الجنب القانونية سيد سبحي أتمنى فقط عليك أن تسمعني جيدا لأنني أنا أبدا لا أثير أحد ولا أستفز أحد بقدر ما أتحدث عن الحوار بشكل حقيقي نحن نقول أن كل الأطراف السياسية تعرضت في لحظة معينة وفي ساعة معينة إلى قرارات قد آلمتها يعني مثلا دولة القانون والإطار بشكل عام تضرر نتيجة تصديق المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات وكان هناك رفضا من قبل الإطار التنسيقي على هذه النتائج وقد قدموا ما لديهم من أدلة إلى المحكمة وإلى السيدة المبعوثة للأمم المتحدة السيدة بلاس خارط لكن بعد مصادقة المحكمة أقرت جميع بعلوية هذا القرار الذي لا بد أن يحترم فبالتالي نتمنى من الآخرين إن كان يوما من الأيام قرار من المحكمة الاتحادية يمس مصالحهم أو يأتي على غير ما يهون عليهم أن ينزلوا إلى رغبة المحكمة الاتحادية لا أن يسفهوها ويجعلوها شيئا تافه نعم أشكرك شكر الجزيل عضو ائتلاف دولة القانون والركابي من بغداد وأشكر أيضا ضيفنا من إربيل عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني صبح المندلاوي شكرا جزيلا لكم